بحثت وزارة التعاون الدولي والبيئة أخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ بشأن المشاركة في تمويل المنصة الدولية للمشروعات المناخية في مؤتمر المناخ كاب 27 والتي تم إطلاقها يوليو الماضي كما تمت مناقشة تطورات إعداد دليل في شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يعد مبادرة وطنية من أجل تحفيز التمويل المبتكر وتعزيز جهود تمويل المناخ محليا وإقليميا ودوليا ودفع المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ